مكون الخضر المكون الخامس ويعني نتكلم عن بقلة أخرى يعني هذه أوراق خضراء بقلة أخرى خضراء جميلة جدا ستعملها النساء لتنكيه الأطباق ولكن هي أهميتها أكثر من التنكيه بكثير هي المقدونيس فالمقدونيس يعني المعدنوس المغاربة يقولنا المعدنوس هكذا يعني المقدونيس هذا البقلة جميلة جدا ويعني هي تكاد تستولي على جميع الأطباق يعني بحريراش شربة طاجين كوسكوس جميع الأشياء يعني ممكن نضيف له هذه البرسيل سلطات كذلك سلطات هذه البرسيل هذا النبات كي لاحظوا الناس على أنه عنده رائحة يعني جيدة وهذه الرائحة هي هناك زيوت طيارة زيوت طيارة هي التي يعني مسؤولة عن هذه الرائحة قوية ذلك قوية رائحة قوية وكي لاحظوا الناس على أن رائحة الكذبرة ليست هي رائحة الكرفس ليست هي رائحة البقدونيس يعني هي مختلفة لكن البقدونيس يبقى استعماله يعني أحسن الناس كيفضلوا البقدونيس على الكذبرة وعلى الأشياء الأخرى فهذه النباتة كنا كنا فيها زيوت طيارة فيها الإسانشير وعز وهذه الزيوت طيارة عندها خاصية كبح الجراتيم خاصية كبح الجراتيم يعني هذه الأنتي مايكروبيلز أنتي فنجل أنتي باكتيريوز أنتي فنجل إفكس هذه الإنبيتوري إفكس هذو الإسانشيال وايز كينين بنسبة جيدة في البقدونيس وهما مهمين لماذا؟ لأن البقدونيس فيه فيتوستروجينات فيه هرمونات يعني نباتية فيتوستروجينات كنا نعرف بأنها كتسخى الجسم ولذلك هذ الكرفس والكذبرة والبقدونيس يعني كيدخلوا في الشربة في العشية من يكون برد هذيك من اللي الناس كيستهلكوا هذا البقدونيس كيتعرقوا كين تعرق الجسم يتعرق لماذا؟ لأن هذه استيميليتين إفكس كين واحد التنشيط داخل الجسم ثم الجسم يتعرق ويعني يطرح بعد السموم يعني من طريق التعرق يعني هذه الفتحات اللي موجودة على الجلد هي جيد لها هذه الأشياء هذه الأشياء أشياء أخرى فيه في نفس الوقت مضادات للأكسد يعني أنا ما ننساوش بأن حتى الزيوت الطيارة عندها قوة مضادة للأكسد يعني هذه الـ Essential Wides هذه الزيوت الطيارة عندها قوة مضادة وقد استعملناها يعني في اختراع عندنا اختراع استعمال هذه الزيوت مثلا لوقف هذه المضادات للأكسد لما تقع في بعض المواد الغذائية المحملة مثلا بالدهون لأنه كان دهون وشحون تتأكسد فلما نضيف هذه الزيوت الطيارة كنحفظها بدون أن نضيف هذا المادة المضادة للأكسدة الكيموية المضادات للأكسدة الزيوت الطيارة وكذلك مضافة للأكسدة لمنها يعني أشياء كثيرة في الكزبرة وعفوا في البق دونيس ثم تجتمع هي أوراق بسيطة جدا كيشوفها الناس ولكنها أجتمعها الخاصية المهمة هي أنها تستهلك طازجة ممكن تستهلك طازجة فلما الناس هيئوا عصير خضر وليس فوق عصير خضر لما هيئوا الناس عن الخضر التي تستهلك طازجة ممكن تحنوها الناس مع ماء على شكل عصير لأنها الأوراق التي تكلمنا على كل الأوراق خضراء جيدة فيجب أن يضاف إليها دائما البق دونيس لماذا؟ لأن هذه الزيوت الطيارة وهذه المضادات لأكسدة تضاف قوتها إلى قوة هذه الخضر وتغنيها ثم أنها تعطي رائحة جيدة يعني أنها عندها نكهة والأملاح المعدينية مع بعض المكونات التي تعتبر ديوريتك هي مدرة للبول يعني شرف الله وقضر المشاهد الكريم هي مدرة للبول يساعد على خروج الماء من الجسم ويساعد على مستوى الكيلية هو ينشط الكيلية يعني عمل الكيلية كيتنشطه وكذلك الناس بذوق يغليوا بعد استعمالات للناس بذوق نحن كنا تكلمنا على برنامج سابق تقريبا 12 سنة هذي باش تكلمنا على يعني الناس كيشربوا أنا تكلمت عليها بطريقة غذائية ولكن الناس خادوا الوصفة وبدو كي يعطيها للناس على أساس وصفة كما أنا ما أعطي وصفات يعني لي بصى هذي أشياء غذائية الناس كيشربوا الشيبة كيشربوا النعناع كيشربوا اللويزة كيشربوا زعتر كيشربوا الشي ممكن يشربوا المقدونيس هذا شيء اللي قلتنا فعليين ليس هذا قليل الناس ليفكروا أنهم يغليوا المقدونيس وشربوه لماذا؟ لأنه مصنف مع الخضر وليس مع نباتات هذه التنكيهية أو نباتات الترفيهية اللي كنسموها نباتات الترفيهية بحي الشاي بحي القهوة بحي هذه نباتات للترفيه ليس فيها شيء يعني فيها يتنشط الجهاز العصابي طبعاً مثل القهوة والشاي لأن فيها الكافاين ولا التايين هذه فيهم اثنين الكافاين إلى آخرية الشاي فيه إبيكاتيشين هو مضاد للأكسادة لكن القدر الذي نعمل مع الماء يعني قدر بسيط جداً يعني ربما لا ينفع الجسم في شيء إلا أن يستهلك الشاي كبودرة كمسحوق يعني كنبات كل كمية الإبيكاتيشين كل كمية معقولة تكون كمية جيدة ولكن أننا نأخذ شعيرات نضعهم في براد يعني نضعهم مع ماء دافئ أو مغلة ثم نقول أننا عدنا كمية من المضادة للأكسادة هذا لا يسح لنا التركيز هو المهم فهذا البقدونيس ممكن يغلى مع ماء يشرب بالنسبة لناس الأشخاص لكي يشوفوا بأنه عندهم يعني نشاط يعني تشوف عنده كيليا كاسولة أو عنده أشياء على هذا المستوى يعني جيب يعني مشكلة ولكن على شكل شربة فقط شربة في المساء يعني للتغذية وتتسخل الجسم جيدة فقط ليس وصفة علاجية رغضين يعني نعمل مقضونيس مع الماء نشربوه نتعالج ملكي للقصور كي لوي هذا كلام يعني ليس منطقي ولا أساس له يعني من العلم لكن تتبقى هذه البقلة وهذه النبتات تتبقى مهمة لأن كل نبتات عنده في الجسم دور مهم يعني كين نبتات لكين في الكبت كين نبتات لكين في الكيل كين نبتات لكين في القلب يعني يعني عموماً لك نادش كله مجموع على شكل شربة أو على شكل سلطة أو على شكل طبيق أو الأشياء هذه ينفع الجسم لما لا لأن إذا كانت هذه الأشياء طبيعية وجميلة جداً فأصلاً الجسم لا يصاب بأمرض أصلاً الجسم لا يصاب بأمرض وتنعرفوا بأن الفاستفود الآن وهذه المسائل السريعة الآن ليس فيها هذه الأشياء يعني قليل في انتلقى مثلاً قرنبيت مصلوق قرنبيت مصلوق ما نعمل به يعني ما فيها ألياف غذائية ما الألياف موجودة في كل نبات لكن إذا استهلكها طازج واستهلكها مع خضر أخرى على شكل عصير يكون عنده قيمة أكثر ثم السلطات الآن هذو اللي بتعطاه مثلاً في الأكلات السريعة أو حتى بعد النساء الآن بدتك تسلق الخضرة وتعملها سلطات السلطات يجب أن يكون فيها شيء طازج لأنها تساعد على الهضم أما إذا هذه الأشياء تسلقت وتحطت فهي طابق وليست يعني هذا اللي كانت دخلو به نسميه رون تخيل هو مشي أشياء هذي اللي تسهل هضم يعني السلطات يجب أن تكون مهيئة يعني أشياء طازجة اللي كانت معروفة عندهم غربها كانت عندهم سلطة واحدة فقط مش خمسين الأهن والتي عندنا هذه اللي كيسمها بفرنسية سلطة فاريال يعني هذه سلطة متنوعة فاريال هذه السلطة ما كانش عندنا هذي ما احنا كان عندنا طماطم بصل زيت الزيتون طماطم بصل زيت الزيتون كانوا يضيفوا لشيء من الملح قليل جداً بش يعني لذا هذه السلطة المكانت معروفة حتى في الفضاء المغارب كله كان معروفة هذه الآن لا تعدنا يعني سلطات أوروبية وغربية وطايوانية وأشياء دخلت فعلي المغاربة عندهم طريقتهم في التغذي وعندهم طريقتهم في العيش وعندهم طريقتهم في الطبخ وعندهم طريقة حتى الوقت اللي يأكلوا فيه فهم يعرفون ماذا يأكلون في الصباح وفي المساء وماذا يعرفون يأكلون في وسط النهار هذا البقدونيس يعني يستهلك كنبتة تنكيه ولكن ما كيكتروش استهلك الناس لازم لوحدوا مسلوق مع الماء لوحدوا مسلوق مع الماء ويطحن على شكل شربة باش ياخدوا كمية كبيرة باش ياخدوا كمية جيدة للجسم لو كيلاحظوا على أن من اللي كيكترو هذه الكرفس والكزبرة والبقدونيس من اللي كي يتطحنوا ويكونوا في الشربة بكترة كيلاحظوا الناس على أنهم يتعرقوا وهذا التعرق يجي طبعا من هذا لأنه عنده قوة منشطة للبقدونيس عنده قوة منشطة للهرمونات وهو نيت غني بالفيتوستروجين ما ننسوش هذه الأشياء ثم هذا جيد للنساء لأن من ضوابط الهرمونات عند النساء هي البقلات الثلاث هذه الكزبرة والكرفس ولكن إذا استهلكت طازج يكون أحسن فهي عنده قوة أكثر لما توطها ربما بعض الأشياء تبطل بالحرارة إن شاء الله فنكتفي هذا القدر إن شاء الله شكرا